خلينا نقول في البداية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعقد حالا اجتماعا اجتماع عادي ما هواش اجتماع طاري اجتماع دوري في مقر النادي بالجزيرة ولازال الاجتماع مستمرا وعلى بنوت جدول للأعمال الكثير مما يهم النادي الأهلي إداريا وأيضا في مقراته المختلفة حين ينتهي الاجتماع هنقول لكم أبرز القرارات اللي صدرت عنه لكن النهاردة كمان قبل اجتماع مجلس الإدارة كابتن الخطيب استقبل في النادي وفدا أردنيا شقيقا من نادي الوحدات الأردني اللي استقبله كابتن محمود الخطيب في النادي الوفد ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات وحاتم أبو معلي الشعوض ومجلس إدارة نادي الوحدات ومحمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة للنادي الأردني الشقيقي الكابتن الخطيب زي ما أنتم شايفين رحب بالسادة الضيوف في مكتب مجلس الإدارة قاعد صالح سليم عبر سيد بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات عن سعادته الكبيرة بحفوة الاستقبال واهتمام الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة بالاستقبال اللي حضروا الدكتور سعد شالبي المدير التنفيذي للنادي وتم التشاور حول الكثير من أوجه التعاون بين الأهلي والنادي الأردني الشقيق ذات الشعبية الكبيرة في الأردن وعبر أيضا السيد بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات عن رغبته في استلهام تجربة النادي الأهلي في استثمار موارده والتوسع في قدراته وإمكاناته الاقتصادية وأيضا لإقامة مباراودية تجمع فريقي الكرة بالأهلي والوحدات سواء في القاهرة أو عمان هكذا دائما علاقتنا بالأشقاء العرب في أي مكان الاحترام والتقدير المتبادل النظر إلى أهلي كنموذج ملهم وإحنا من جانبنا السعر الدائم والدقوب لتوطيد هذه العلاقات لصالح التقريب بين الشعوب وهو دور الأهلي ومسؤولياته يا جماعة شفنا الأهلي مع الأشقاء في الجزائر ومع وفاق ستيف ومد جسور الود والاحترام والأخوة مع الأشقاء في الجزائر وشفناها أيضا في تونس وشفناها في السعودية وفي كثير من الأقطار العربية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر